تعتبر القهوة والهيل من المتجات الرئيسة في السعودية والمكون الأساسي في القهوة العربية حيث شهدت خلال فترة السابقة تقلبات في الأسعار وكذلك ارتفاعات متتالية في المنطقة الشرقية مزيد عن هذا الموضوع مع مراسل الإخبارية في الدمام طارق الغامد يهلا بك طارق مساء الخير البن الأشكر يداوي الراس في نجالة طارق ماذا لديك في هذا الموضوع نعم أحمد نحن الآن في أحدى محلات القهوة التي تبيع منتج القهوة والهيل أيضا في نفس الوقت الأسعار على حسب ما ذكرنا أصحاب المحلات أن هناك خلال الفترة الماضية كان هناك ارتفاع في الأسعار على سبيل المثال تحدثت معهم قبل أسبوع واليوم أتحدث معهم قال لي أحدهم في أحدى المنتجات ارتفعت كيس البن الخمسة كيلو من 75 ريال إلى ما يقارب 90 ريال خلال أسبوع طبعا الأسباب لها عدة طبعا ترجع الأسباب إلى أنه أكبر منتج للبن وهي دولة البرازيل يعني تعرضت لتقلبات جوية مما أقل من إنتاجها للبن على المستوى العالمي بالإضافة إلى أنه جائحة كورونا كان لها أيضا أسباب في عملية الشحن والنقل وأيضا وصول المنتجات بكل سهولة ويسر لدول العالم المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر المستهلكين للبن والهيل طبعا وذلك في جميع مجالاته سواء البن أو القهوة العربية أو القهوة المختصة بالإضافة إلى أن البن لا يقتصر على نوع واحد ولكن هناك عدة أنواع من البن ذلك بناء على ما ذكره الخبراء والمتخصصين في هذا المجال البرازيل وكولومبيا هي أكبر دولتين مصدرتين للبن الأمريكيتين الأمريكية الشمالية والأمريكية الجنوبية تستحد على ما يقارب يعني 67% من إنتاج البن العالمي ثم يأتي بعد دول أخرى مثل يعني أثيوبيا وأيضا أندونوسيا هي أيضا أحد الدول المصدرة للبن لا يزال البن يعني طبعا يعني يشهد ارتفاعات متوقع أن يشهد ارتفاعات خلال الفترة القادمة ولكن على حسب ما ذكره البعض من العاملين في هذا المجال أنه يعني خلال الفترة الماضية شهد ارتفاع ما يقارب من العشرين إلى الثلاثين في المائة في منتج البن والهيل ولذلك بمختلف أسعار منتجاته كل منتج يختلف على الآخر في آلية يعني الارتفاع في هذا المنتج بالإضافة طبعا ما ساعد ذلك الانتشار الكبير لمحلات القهوة والتحديد القهوة المختصة في المملكة ربية السعودية مما زاد الطلب على هذا المنتج ليصبح يعني السعر هو يعني مرتفع عن بعض الشيء في فترات مما جعل هذه الأسعار تلاحظ عند المحلات وأيضا يكون الارتفاع ملحوظا في البن والهيل خلال الفترة الماضية جميل يعطيك العافية طارق الغامدي مراسل الأخبارية من الدمام